عشرات الألاف من المعلمين في نيوزيلندا غادروا أماكن عملهم وخرجوا في احتجاج للمطالبة بزيادة الرواتب وتقليل ساعات العمل وذلك في أكبر إضراب على الإطلاق يشهده قطاع التعليم في البلاد ووفقاً لنقابات المعلمين انضم إلى الإضراب نحو خمسين ألف معلم ممن يعملون بالمدارس الابتدائية والثانوية وجاء الإضراب قبل يوم من المقرر أن تعلن فيه رئيسة الوزراء جسيندا أردرن عن أول ميزانية تركز على المواطن وهي تلك التي توصف عالمياً بأنها نهج جديد لاتخاذ القرار المالي قائم على نطاق واسع من المؤشرات بهدف تحسين مستوى المعيشة في البلاد وتتفاوض النقابات ممثلة للمعلمين مع الحكومة منذ شهور على زيادة الرواتب واتخاذ إجراءات لتقليل أعباء العمل لكن المفاوضات وصلت إلى طريق مزدود ترجمة نانسي قنقر